السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما هو معلوم لديكم أحبة في الله أن العمل الصالح له الأثر البليغ في حياة صاحبه بمحبة الله له ونشرها له وسط الخلائق على أرجاء البسيطة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القابل في أهل الأرض هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى من موجبات محبة الله عز وجل لعبده العمل الصالح لكن يا إخواني يا إخواتي رب عمل صالح لا ينفع صاحبه لفساد نيته أو تحويلها لغير محلها فكثيرة هي الأعمال الصالحة التي تذهب سدا لغفلة من صاحبها عن من يطلع على الغيب سبحانه ويعلم ما تخفي الصدور بأن يعمل عملا فيه خير وصلاح ولكن نيته حب الظهور أمام البلأ بمكانة مرموقة أو حتى يقال عنه فلان ما شاء الله كذا وكذا ونحسبه كذا والله حسيبه ولن نزكي على الله فوالله لا يثبت له الأجر أبدا لأنه صرف النية لغير مستحقها فيقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا نعم وكأنك لم تعد أو لم تعمل عملا صالحا ولا استفدت من هذا العمل بشيء فتدارك أخي الفاضل أخت الفاضلة نياتكم قبل العمل الصالح لتنالوا بها الأجور بدل الوزر والغبال وهنا نقطة أيضا هناك من يقول عملت عملا بنية صالحة وهنا نقول هل العمل صالح فكثير من يقع في هذه المصيبة ويحسب نفسه على خير بعمل فاسد وبقول المهم نية صحيحة وإنما العمل الصالح ما وافق هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم انتبهوا أحبتي العمل الصالح ما كان موافقا ما كان صوابا ما كان خالصا ما كان موافقا وصوابا أي ما وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقبله القرآن الكريم الكتاب والسنة وأن يكون خالصا لوجه الله تعالى كي يقبل العمل وقد توصل الفقهاء إلى قاعدة يعمل بها المسلم تكون له سندا في عمله ليعرف العمل أكان صالحا أم لا هذه القاعدة الجميلة ماذا تقول النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد والنية الفاسدة تفسد العمل الصالح فمهما صلحت النية والعمل فاسد لا موافق لا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا لصحابته ولا جاء أثر من الكتاب فيه من القرآن الكريم فهو فاسد وإن كانت النية صالحة فقد تجد أحدهم أو إحداهن تعلم القرآن وتخرج على الملأ وتعلم الرجال على مواقع التواصل لإجتماعي ويحدث ما يحدث لا من وراء حجاب ولا يعني التزام بإخلاقيات هذا العمل النية صالحة لكن هذا العمل فاسد النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد النية أنه أنا أعلم الناس قرآن ولكنه العمل فاسد ومهما صالح العمل أفسدته النية الفاسدة الله تعالى أعلى وأعلم قبل أن أختم الرجل يعلم الرجل وقد كثرت اليوم لدينا وسائل التواصل لإجتماعي والمرأة تعلم المرأة بينهن لا على الملأ لا على مواقع التواصل لإجتماعي عندما سئلت فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي النساء خير قالت التي لا ترى الرجال ولا يراها الرجال تخيل أحبتي في الله أما أن تخرج على الملأ ويقرأ عليها الرجال وهناك مكياج ونمص وأظافر طويلة وإن كانت تلبس الحجاب إضافة إلى بعض الحركات يعني ما أنزل الله بها من سلطان وإن كانت متقن إتقانا شديدا فلا يحق لها أن تفعل هذا وخاصة الآن موجود رجال مشايخ ممكن أن يقرأ عليهم الرجال وحتى إن كانت حصرا تعلم النساء لا ينبغي لها أن تظهر هكذا في مواقع التواصل الاجتماعي في حلقات وغروبات زوم أو ما شابه ذلك وتتولى هذا الأمر هي والنساء ومن سألني أنت ليش عملت تصحيح تلاوة وقرأ عليك النساء إذا تابعتم تصحيح التلاوة حلقات تصحيح التلاوة لما بديت أنا في أول حلقة قلت أنه يقرأ علي الرجال والأطفال الصغار والكبار والكبار الذين تجاوز عمرهم الستين سنة وفعلا وفي يوم من الأيام اتصلت إحدى الأخوات أرجوك أنا بس أريد تسمعني أنا كذا يا أختي أنا روحي إلى نساء وأنا معلمة للقرآن وأنا أعلم الطلاب الطالبات القرآن وأنا أخاف أن أكون قد أعلمهم يعني بطريقة خطأ ويعني أكتسب سيئات استحييت وهذا طبعا بالبث المباشر قلت له تفضلي أختي والله لما سمعت القراءة والتلاوة قلت سبحان الله العظيم ما هكذا يتلى القرآن وكان هناك أخطاء سواء في الأداء لحونجلية مخارج خطأ وأنه هي كانت معلمة للقرآن يا ربي كيف هذه راح تعلم هذا الجيل الجديد إذا هذه معلمة وتعلم هكذا بهذه الطريقة سيأخذ لنا جيل لا يعرفون قراءة القرآن بطريقة صحيحة سيكون مجرد صراخ وصياح وإمالات ولحونجلية من هذا الباب ولأنه كثرت الأخطاء بين أخواتنا النساء في القراءة فكنت أسمع للتلاوة من غير خضوع في القول ولا ما شاكل ولا شابه ذلك النية والغاية لأنه كثرت القراءات الخاطئة بين أخواتنا النساء فلابد أن يوجد من يتصدر هذا الموضوع وقد فعلها قبل الدكتور أيمن سويد لما هو كان يستمع في برنامجه لقراءة النساء لأنه يعلم يقينا بأنه قد عمت البلوة بين قراءات النساء حتى أنه إحداهن مجازب القراءات العشر الصغرى والكبرى من الأردن ولما قلت لها أختي الكريمة لديك إمالات ولديها طالبات وهي في مركز أختي لديك إمالات ومخارج غير صحيحة غضبت مني غضبا شديدا أنا مجازب القراءات العشر أنت تقول لي هكذا والله أنا ما أقول أنا هذه الحلقات موجودة أمامكم وشوفوها ومن وراء حجاب فأخواتي الحياء الحياء العفة العفة أخواتي ما في داعي أنه أنا أطلع على مواقع التواصل الإجتماعي وأعمل ما أعمل الله تعالى يرضى عنكم حفظكم الله وحفظ نساء المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا